هو يعني ليه بيتشفع للمؤمنين ألا يكفي أن احنا مثلا آمنا وسلمنا حياتنا للمسيح وضغطينا بالدم ونروح لكل الساكن فينا وننتظر مجيء المسيح إم تقول أنا مش محتاج لعمل المسيح الآن في السماء لما نوصل للسماء حتى برضو وصولنا في السماء نحتاج المسيح اللي جنبنا له المجد لكن نقصد أقول طول ما احنا في البرية يا أخ نظار فهناك ضعفات تخرج مننا هناك سقطات وزلات هناك شكوى من الشيطان علينا وضدنا وفينا ومعنا فلهذه الأسباب مجتمعة نحن ونحتاج إلى من يحفظنا ومن يعالجنا ومن يواسينا ومن يحفظ مكانتنا قدام الله الإجابة باختصار لأننا ما زلنا في برية الحروب والألام والضعف والزلات فنحتاج إلى شفيع لأجلنا أمام الله طبعا هو الفكرة الأصعب أنه الشيطان نعم عم بيشتكى علينا أمام القاب بيشتكى على الإخوة ليلا ونهارا يعني الأمر بشكل مستمر بشكل مستمر فبرضو يعني إذا ممكن توضحنا الفكرة ليه بيشتكى علينا طيب خلينا أقول الموضوع من البداية عندي على الأقل أربع أسباب لماذا نحتاج المسيح الشفيع يا أخ نصار الأمر الأولاني لكي يحفظ مكانة المؤمن أمام الآب في السماء كيف وضع طبيعي يعني أنا في علاقة مع حضرتك حبايب وصحابه زي الفل لكن لا سمح الله لما تلاقيني كثير الأخطاء يا أخ نصار وضع طبيعي إنسانيا أني مكانتي وقيمتي هتقل ولا تزيد هتقل طبعا مش معقول واحد بلا أخطاء زي واحد النهار كله بيعمل ايه؟ بيخطئ لأنني أزل وأخطئ كمؤمن مفروض أني مكانتي وقيمتي تقل إلا حافظ قيمتي ومكانتي قدام الله الآب لا تقل شفاعة المسيح دي جبتها منين؟ جبتها من إنجيل لوقا أصحح 22 عندما قال المسيح لبطرس سمعان سمعان هو هذا الشيطان طلبكم لكي يغرب لكم كالحنطة ولكني طلبت من أجلك لكي ليفنى إيمانك قبل ما يخطئ بطرس قال له العدو هيغرب لكم لكن أنا طلبت من الآب حتى تصير مكانتك وإيمانك وقيمتك ثابتة لأنك محتمي في شفاعتي فلن تظهر ضعفاتك أمام الآب لن تظهر أخطائك أمام الآب لكن ستظل في شفاعتي وقيمة كفارتي فتصبح مكانتك قدام الآب كم في المية؟ مية في المية هذا هو السبب الأولاني ليه أنا محتاج للشفاعة؟ لحفظ مكانتي أمام الآب السبب الثاني أخ نزار حضرتك ليه بحتاج إلى الشفاعة؟ زي ما حضرتك بتفضل وذكرت أن هناك شيطان يشتكي واحدة من ضمن أسماء الشيطان المشتكي المشتكي والمقاوم والمقاوم العنو في رؤية أصحح 12 الذي يشتكي على إخوتنا نهارا وليل يعني يشتكي يعني بيرى ابني وأنا ماشي في الأرض ويصدق ما يلاقي الشيطان ضعف آقع فيها أو زلة دايما بقول بالتجميع البسيط هو معاك كاميرا يروح مسور لك لقطتين ويطلع جري عند الله الأب يقول له إيه الحق؟ الله الأب عارف طبعا أتخيل هذا الحوار يعني إن فلان ابنك دوت أخطأ وغلط غلطة وبما أنك إله قدوس فهو هذا الابن دوت يستحق العقاب ويستحق الموت إيه النتيجة بقى؟ الكتاب يقول لنا أن هناك شفيع ضد هجمات الشيطان اسمع معي العبارة الحلوة التي تقلت في إرسالة روميا أصحح تمانية وعدد أربعة وثلاثين من سيشتكي على مختاري الله؟ الله هو الذي يبرر من هو الذي يدين؟ المسيح الذي مات بل بالحريق قام الذي هو أيضا عن يمين الله الذي أيضا يشفع فينا لماذا لا تنجح شكوى الشيطان يا أخ نظار؟ لأنه لما الشيطان إنجاز التعبير يطلع للسمى يشتكي ويقول له لي غلط هذا ابنك؟ يقول له صحيح غلط لكن هذا الابن موجود في داخل شفاعة وكفارة المسيح وكفارة المسيح دفعت أخطاءه السابقة وأخطاء الحالية وأخطاء المستقبلة طبعا بمقصيمش استعجل الكلام؟ هل ده معناه أن أنا يعني أخطئ برحتي؟ الإجابة طبعا لا هنرجع لها بعد شوية السبب التالت واكتفي به ليه أحتاج إلى شفاعة المسيح واحد لحفظ مكانتي أمام الله الأب؟ نمرة اتنين لماذا أحتاج إلى الشفاعة؟ أحتاج لسبب شكوى الشيطان المستمر 24 ساعة علي رقم ثلاثة أحتاج إلى شفاعة المسيح لكي يرد نفسي ويرجعني مرة تانية وده اللي عمله الرب مع بطرس لما بطرس أخطأ بطرس ابن لله وعندما أخطأ وأنكر المسيح وحزن وبكى بكاء مرا وذهب إلى بحر طبري أخ نزار ذهب إليه المسيح كالشفيع وهناك عمل مقاله داود في مزمور 23 يرد نفسي عندما بدأ الحوار يا سمعان ابنيون أتحبوني؟ حزن بطرس والرب قال له إرعى يرد نفسي يهديني إلى سبل البر من أجل إحنا محظوظين؟ مش بس بالمخلص اللي مات لأجلنا لكن قال له المرنم أنت في العرش لأجلي يا شفيعي تضمن كل حياتي ترجمة نانسي قنقر